هجوم بري واسع هذا ما تنوي ايران تنفيذه في الساعات او الايام المقبلة بعد اسبوع من القصف الصاروخي المكثف على اراضي محافظات شمالي العراق بحجة وجود اكراد ايرانيين معارضين لنظام ظهران داخل العراق فيما تلتزم حكومة الكاظمي واحزاب العملية السياسية الصمت تجاه اعتداءات الحرس الثوري التي يبدو انها لن تتوقف قريبا مصادر في حكومة اربيل اكدت ان ايران حشدت قوات عسكرية قرب حدود محافظتي اربيل والسليمانية تمهيدا لعملية برية قد تكون اشبه بالاجتياح اذا لم يتم اخلاء مناطق شرقي كردستان العراق من المسلحين الاكراد الايرانيين وفي خطوة للتهدئة كشفت تسريبات صحفية ان وزير الداخلية في حكومة اربيل ربار احمد خالد التقى بزعماء الاحزاب الكردية الايرانية المعارضة وطالبهم بسحب مقاتليهم من المنطقة الحدودية الجبلية لمنع التوغل الايراني المرتقب ايران التي اطلقت الاسبوع الماضي واحدة من اعنف هجماتها بحجة وجود تجمعات للمعارضة الكردية الايرانية واسفرت هجماتها عن مقتل واصابة عشرات المدنيين بينهم اطفال ونساء ما زالت تنتشر على طول حدودها مع اراضي كردستان العراق حيث يسود توتر كبير من امكانية قيام ايران بتنفيذ عملية برية واسعة النطاق في خرق فاضح للمواثيق الدولية ومنها ميثاق الامم المتحدة وتأتي اعتداءات ايران على العراق متزامنة مع تظاهرات حاشدة في معظم المدن الايرانية تنديدا بسياسات القمع وانتهاك الحريات الفردية التي يمارسها النظام ضد الايرانيين واخرها قتل الشابة الايرانية مهسى اميني من قبل ما تعرف بشرطة الاخلاق فيما يرى مراقبون ان افتعال الازمات مع دول الجوار وتوجيه الانظار بعيدا عن المشكلات الداخلية احدى الاساليب التي يستخدمها نظام خامنئي لصرف الانظار عن حقيقة ما يجري من تدهور وانهيار للأوضاع الداخلية في ايران